أضرب عنقك كمان سبقك وقد شققت عصى الطاعة وخرجت علينا يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدى أنت الحاكم وأنا المحكوم وأعرف أنك لا تقتل قومك ولن تؤذي من لم يرتكب ذنبك ومن قومي؟ أنت مولانا أمير المؤمنين هارون بن محمد ابن المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وأين أنت من قومي؟ أنا محمد رمو إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيدن ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف أحسنت في تفصيلك وعن جدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاشم ومن مطلبك هاتين هم منا ونحن منهم ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام صدقت ولكم آل المطلب من سهم ذي القربة ولكن كيف لم ترتكب ذنبا؟ وقد بلغنا أن ابن عمنا لما بغى علينا وتبعه الأرذنون كنت رئيسا عليهم ما الذي حشرك معها أولا؟ يا أبن عبد إذا نحن فضلنا علي فإننا روافض بالتفضيل عند ذو الجهل وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكرنا للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرب القصة يا مولاي إن ثقيفا وباني الحارث احتكموا إلي في ملكية بعض الأراضي سوا وحاول كل منهم أن يستميل لنا حيث رفضت فشناعوا بي في مكة وعند الوادي فحملني الوالي مع من حمل وأشهد الله أنه التهمني ظلمه والله يا مولاي إن سيرة هذا الرجل وسمعته ذكيتان وطيبتان وما كان لأحد مثله أن يبيع دينه ويشتري الدنيا وإني يا مولاي لي حرمة الإسلام ودمة النساء وقبلهما وعد الرحمة الذي أرسله الله لي على يديك لقد ذكرت قرابة سنحظها لك وذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليها وشهد لك من نثق بشهادته أكثر الله في أهلي مثلك أيها الفقية فبما تعيض أمير المؤمنين يا شافعي وفي جهاز ما دونت قد طلبت الوصية إذن فخلع رداء الكبر عن عاطق وضع تاج الهيمة عن رأسك وانزع قميص التجبر عن جسدك وانشر سرك وألقج الباب الرياء عن وجهك مستكيناً بين هذا يا ربك حتى أكون لك واحداً عن الحق وتكون مستمعاً بحسب القبول فينفعني الله بما أقول وينفعك بما تسمع اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية اشترك في القناة